قبل التسع سنوات خلال ثورة الكرامة من تشرين الثاني لعام 2013 ولغاية شباط 2014 قتل في الدفاع عن الديموقراطية وحقوق وحريات الشعب في الاشتباكات مع القوات الأمنية 107 مضى ظاهرين إنهم الأشخاص الذين عارضوا الاتجاه المؤيد لروسيا لتنمية أوكرانيا تحديدا في ذلك الوقت في العشرين من شباط 2014 توفي 48 أوكرانيا بعد ذلك في شارع إنستوتسكيا في العاصمة أطلقت وحدات السلطة التابعة للنظام يانوكويش والتي لم تستطع قمع إرادة الشعب النار على العزل وتحديدا في ذلك المساء سقط النظام اتخذ البرلمان الأوكراني قرارا بشأنه إدانة استخدام العنف الذي أدى إلى مقتن المواطنين وقف العديد من المسؤولين الحكوميين إلى جانب الشعب الأوكراني الذي اختار أوروبا، الديمقراطية، الطريق إلى الاتحاد الأوروبي والناتو، سيادة القانون والاستقلال الحرب لم تبدأ في الرابع والعشرين من شباط 2022 بل بدأت الحرب قبل ذلك بكثير لماذا نقول أنه في ذلك الوقت في العشرين من شباط بدأت الحرب عندما دافع الأوكرانيون بقوة عن قيمهم ومستقبلهم في الميدان وحينها حاول إدانة بوتين غزو أوكرانيا بأيدي يانوكوبيش يوصل الأوكرانيون النضال حتى الآن ولكن ليس مع عدو داخلي بل مع عدو واضح وخارجي الاتحاد الروسي الذي بدأ حرب احتلالية لقد أصبحت خوذاتنا أفضل بكثير اليوم ودروعنا الآن أكثر موثوقية وبالتأكيد أكثر موثوقية من الدرع المأخوذ من جنود القوات الخاصة بيركد أما الأسلحة فلا يمكن مقارنتها على الإطلاق لو ترون ما الذي نطلقه الآن على العدو والآن لا نحرق الإطارات بل نحرق دباباتهم ومروحياتهم وطائراتهم الكثير قد تغير لكن الهدف هو نفسه العديد من الذين شاركوا في ثورة الكرامة يواصلون اليوم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية الدفاع عن سيادة أوكرانيا الكفاح مستمر عمليا كل الأصدقاء ومعظم الرجال الذين أصيبوا في الميدان ذهبوا للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية قبل تسع سنوات في هذا الوقت انتصرنا في المعركة الأولى في الحرب الروسية الأوكرانية لم نكن نعرف حينها أن الحرب قد بدأت كنا في حالة النشوة الميدان انتصر انتصر الفكر والناس لكن لحسن الحظ أو سوئه كان كل شيء قد بدأ للتو نصف الإجراءات الجنائية حول الميدان التي لم يتم التحقيق فيها ستنتهي قريبا بالتقادم هناك 143 دعوة أخرى في المحاكم وجهة لحوالي 254 شخصاً وقد أدينا 50 شخصاً فقط وفقاً لمكتب النائب العام من أجل ضمان معاقبة جميع الجنات في أسرع وقت ممكن من الضروري التغيير التشريع إذا المحكمة بغض النظر عن الأسباب أطالت النظر في الخضية حتى يتبقى عام على انتهاء قانون التقادم فإننا نخطط للنص في التشريع إذا حدث هذا فإن المحكمة ملزمة بتحديد موعد جلسات الاستماع مرتين في الأسبوع على الأقل لقد غير شجاعة ونكران الذات لدى المئة السماوية وألاف الجرحة في الاشتباكات مع القوات الخاصة بيركوت الملايين الذين احتجوا في شميع أنحاء البلاد مجرى التاريخ الأوكراني لقد أثبت الشعب الأوكراني أكثر من مرة أنه مستعد لدفع أغلى ثمن مقابل حريته واختياره بصرف النظر عن أن الدولة المعتادية كانت ترغب في سلف هذه الحرية لسنوات عديدة